موسيقى ضيفنا لهذا المساء مشاهدين الكرام في لقاء خاص هو المحامي اللبناني نبيل الحلبي مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان لايف المحامي نبيل الحلبي معروف بمواقفه المناهضة للنظام السوري بتعاونه المستمر مع المعارضة السورية نشط الحلبي في الدفاع عن السوريين اللاجئين في لبنان ورفض فكرة الإعادة الجبرية للاجئين السوريين إلى سوريا بدون ضمانات دولية وحقوقية ويعتقد بأن هناك سياسة لبنانية لإرغام السوريين على العودة إلى حضن النظام اعتقل قبل عامين لأنه تهم مسؤولين حكوميين بالتورط في شبكة إتجار بالبشر والتي تم تفكيكها في لبنان وهزت الرأي العام السوري ولبناني وقال تهيوم رايتسووت شومها إن اعتقاله هو سابقة خطيرة وطالبت بالإفراج عنها نتحدث اليوم مشاهدين الكرام مع الأستاذ نبيل الحلبي عن المعتقلين السوريين المحكمين بالأعدام وعن عودة جزء من اللاجئين إلى سوريا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس ضد السوريين في لبنان وما دور حزب الله في كل ذلك فأهلا وسهلا بكم وأرحب أيضا بضيف المحامل أستاذ نبيل الحلبي مرحبا بك في هذه الأمس يا أستاذ نبيل أبدأ معك من أحكام الأعدام التي صدرت مؤخرا بحق بعض السوريين المعتقلين أصلا من مخيمات عرسال والمنقولين إلى سجن رومية بين هؤلاء أطفال أيضا ووصفت ربما هذه الأحكام بالسياسية عندما تكون الأحكام مسيسة بهذا الشكل أين يمكن أن نجد دور وإمكانية تحرك المنظمات الحقوقية يعني بداية الاعتقالات حدست عقب أحداث عرسال بآب 2014 عندما دخلت مجموعات تابعة لجبهة النصرة وتنظيم داعش إلى بلدة عرسال وقطف عسكريين لبنانيين دخل الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة وقام باعتقالات عشوائية وجماعية يعني لم تستسني حتى قاصرين وطبعا التحقيقات الأولية والاعتقالات كانت ضمن وزارة الدفاع سجن وزارة الدفاع وليس ضمن سجن رومي وبالتالي كانت هناك أعمال تعزيب مرسة ضد المعتقلين أجبروا على أعطاء إفادات غير حقيقية تتماشى مع الإدعاءات التي قيلت بأنهم يتبعون لمجموعات إرهابية وقاتلوا الجيش اللبناني في أحداث أب 2014 طبعا تم إنقاذ عدد من الأطفال الأبرياء يعني كانوا بصدد اعتقالهم من مستشفيات حتى لأنه كانوا جرحا وطبعا هذه الاعترافات التي أخذت تحت التعزيب مع الأسف الشديد قامت المحكمة العسكرية في لبناني تم إنقاذهم بمعنى رعايتهم يعني رعاية صحية تم إنقاذهم من قبل ضغوطات منظمات حقوقية خرجوا يعني هناك عدد من الأطفال خرجوا أطلق صراح عدد كبير من القاصرين من من كانوا معتقلين لكن حكم على آخرين يعني لا زال هناك عبد من القاصرين حكم على شخص يعني شخص واحد كان عمره تقريبا يعني 14-15 سنة ولكن عند صدور الحكم كان مطبق سن الرشد فصدر الحكم من أربعة أيام تقريبا القاصرين الذين تم إنقاذهم قبل التحقيق معهم يعني من خلال ضغوطات مورسات يعني على المؤسسة العسكرية بأنه لا أبرياء لا علاقة لهم بالمعارك وبالتالي وأيضا هم جرحة يعني كانوا بالمستشفيات مع الأسف كمان كان هناك أحد القاصرين الإصابات التي كانوا بها هل كانت بسبب الانتهاكات ضمن السجن نفسه؟ لا الإصابات كانت إصابات حربية يعني كانت هناك معركة في أرسل ولكنهم قام الجيش باعتقال جرحة من ضمنهم قاصرين جرحة من المستشفيات يعني أحد الأطفال فقد حياته داخل المستشفى يعني وثقنا نحن كمؤسسة لايف انتهاكات حدثت بأحداث أبو 2014 واعتقالات سوريين من ضمن أنه كان أحد الجرحة يعني مصاب بجروح بسيطة أحد القاصرين وهو بلدة القصير كان موجود في مستشفى الأمل في بعلبك وكانت تزوره أمه على الدوام ولكن أشار في آخر لقاء مع والدته بأنه أتى مسلحون ويريدون أعتقاله لا نعلم إذا كانوا المسلحين يتبعون مخابرات الجيش أم حزب الله بعد يوم تذهب والدة هذا الطفل إلى المستشفى ويقولون لها أنه تعالي استلمي جسد ابنك هذه الانتهاكات لم يتم التحقيق فيها من قبل المؤسسة العسكرية أو من قبل جهات مستقلة حكومية وقضائية لبنانية مع الأسف تركت هذه الانتهاكات دون أي سؤال طيب الأحكام الآن وقد صدرت كيف يمكن التعامل معها؟ الأحكام صدرت بناء على هذه التحقيقات الأولية التي انتزعت تحت التعذيب وبالتالي عندما تتبنى المحكمة العسكرية التحقيقات الأولية التي انتزعت تحت التعذيب كما يقول الموقفون والتي جرت بدون وجود محامي نحن كحقوقيين ننظر إليها بأنها أحكام تعصفية وغير قانونية وأن الانتقال نفسه والتحقيقات هي غير قانونية لأنه هناك إجراءات محددة يجب احترام حق الدفاع بها وهي مثول محامي عند التحقيقات الأولية يعني عن الموقفين وبالتالي عدم وجود محامي أثناء التحقيق الأولي فهذا يعني خرق للإجراءات التحقيق الجزائي وبالتالي هناك مؤشر على انعدام شفافية وعلى أمور يريد المحققون إخفاءها طيب يعني يبدو أن الانتهاكات في السجون اللبنانية ضد السوريين المعتقلين ليس فقط بحق هؤلاء بل هي ممتدة إلى مجموعة كبيرة تصل أعدادهم ربما إلى خمسة آلاف معتقل وهناك أيضا وثقت بعض الحالات التي تتكلم عن وفاة بعضهم تحت التعذيب هل طالبت المعارضة السورية بهؤلاء حاولت التحرك إزاءهم يعني مع الأسف هناك تقصير كبير بالمعارضة السورية في هذا الملف يعني اللاجئون السوريين في لبنان معظمهم يتحدرون من ناطق معارضة للنظام السوري وبالتالي كان يجب على المعارضة السورية يعني أن لا تتخلى عن واجباتها في حماية هؤلاء أو المطالب بحمايتهم أو المطالب بحقوقهم فاللاجئ السوري في لبنان هو متروك لمصيره أمام سلطة فعلية متمثلة بحزب الله وحلفاء النظام السوري الذين يسيطرون فعليا على مؤسسات الدولة اللبنانية ومن ضمنها يعني أجهزة أمنية وبالتالي لا نرى أي تحرك جدي سواء كان تحرك ميداني مظاهرات وغير ذلك في دول القرار مع واصم القرار ضد ما يجري للاجئين في لبنان ولم نجد أوراق قانونية قدمت حقيقية وجدية شكاوى للمتحدة أو إلى جهات مانحة للدولة اللبنانية لأن المنح التي تأتي للدولة اللبنانية يجب أن تكون منح مشروطة باحترام حقوق الإنسان والقانون دول اللاجئين فلم نرى هذه الأوراق مقدمة من المكاتب القانونية تابعة للمعارضة السورية أو من المعارضة السورية نفسها كمعارضة سياسية يعني تقوم بتحركها عمليا لا يوجد أحد يطالب بهؤلاء الموجودين في السجون الآن يعني هناك منظمات مجتمع مدني لبنانية تتضامن مع اللاجئ السوري في لبنان وهي وحيدة في هذا المدن نعم على الأسف يعني طيب هناك سوريين آخرين قتلهم الجيش اللبناني تحت التعذيب العام الماضي هل تم التحقيق أو إغلاق ملف هؤلاء هو يعني حدثت حقيقة نزاع كبير يعني بين المنظمات الحقوقية وبين الجيش اللبناني أنا ذاك يعني سيف العام الماضي بعد دخول الجيش اللبناني إلى جرود أرسال واقتحام مخيم أحد المخيمات حدثت تسعة وفيات قبل الاعتقال وأشار الجيش بأن هناك عمليتين انتحاريتين يعني أدت إلى قتل تسع أشخاص من بينهم شخص مقعد ببتور الساقين وطفلة يعني عمرها خمس سنوان طبعا يعني لدى التحقق يعني من مصادر مستقلة تبين بأنه ليس هناك انتحاريين وأن هناك نيران كثيفة أطلقت باتجاه المخيم قد يكون مسلحون هناك تستروا بالمخيم لا توجد طرف مستقل يؤكد ذلك ولكن الطفلة قضت بانهيار حائط عليها بفعل ملالة للجيش اللبناني يعني والآخرين أطلق عليهم رصاص بشكل مباشر داخل خيام إيماني فقدوا الحياة طبعا هناك معتقلين جرى اعتقالهم وصوقهم بشكل جماعي إلى ثقونات عسكرية في منطقة البقاع قضوا قبل التحقيق معهم يعني إذا عدنا إلى بيان الجيش اللبناني يقول أنهم قضوا من خلال الظروف المناخية القاسية وقبل التحقيق معهم فعند مشاهداتنا يعني للجسس ونرى أن هناك كذما التعذيب وأصار تعذيب واضحة وعلمنا يعني كيف حدثت يعني التعذيب يعني ما هي ضروب التعذيب التي استخدمت والتي أدت إلى فقدان هؤلاء المعتقلين لحياتهم طبعا كان هناك ضغط كبير هل يمكن الحصول وتقديم أدلة دامغة إلى جهات دولية من قبل هذه المنظمات التي تتعاطف مع أوضاع هو تم تقديم شكاوى حقيقة يعني أولا كان هناك عرقل لعمل منظمات حقوق الإنسان يعني بداية طلبنا بتوكيل محامية من خلال يعني ذوي المعتقلين الذين توفوا نتيجة التعذيب منع كاتب العدل من دخول عرسل منعوا حجزيش لبنان كان هناك ضغط على رئيس بلدية عرسل من أجل الإسراع في دفن الجساس قبل التصوير كان أنا في يعني تواصل أنا وعائلات سورية بعرسل وطلبت بي يعني على التليفون يعني أشرت لهم كيف يمكن توثيق من خلال الصور الجسس يعني تصوير الجسة بالكامل وعليها أسار الكدمات تصوير بشكل وسطي يعني مكان الكدمات في الجسم وتصوير كل جرح على حذى بشكل بقيق وفصل الملف كل جسة عن الجسة الأخرى يعني هذا هو التوثيق الاحترافي بالتصوير تم ذلك ونشرت صور الجسس وعليها كدمات التعزيم وأنقذنا يعني في آخر يعني اللحظات قبل تدخل الجيش لبناني سلاس جسس من عملية دفن بقرار قضاء مستعجل من قاضي الأم مستعجل في زحلة وكان هناك يعني قرار بأخذ عينات من الجسس ومع الأسف دخلت استخبارات الجيش إلى مستشفى أوتيل ديو وصادرت العينات وأخذتها إلى مستشفى العسكري كان هناك تصدي مع الأمم المتحدة لهذا التصرف باعتبار أن الجيش ليس طرف مستقل هو طرف يعني عناصر جيش متهمي وبالتالي يجب مرعاة بروتوكول إسطنبول للتعزيب يعني وجود لجنة مستقلة عن الجيش اللبناني تقوم بالتحقيقات نعم هل هناك أي خشية يعني هناك أحكام اتخذات وتم الأمر هل هناك أي خشية من أن يتم تسليم بعض من هؤلاء المعتقلين الآن لدى الطرف لبناني للسلطات السورية لتقوم هي بمحاكمتهم يعني لسيما أننا نتحدث هنا عن ملفات إرهاب يعني في أيار 2011 يعني كان هناك اتفاق ضمنه بين منظمات حقوق الإنسان والأمن العام اللبناني على دم تسليم أي سوري إلى النظام السوري وتجميد الاتفاقية السنائية بين اللبنان والسورية نعم إذن أعود إليك سيد نبيل ونعود أيضا مع المشاهدين لإكمال اللقاء الخاص لكن مشاهدين الكرام بعد أفاصل قصير فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد في لقاء خاص هذه الليلة مع ضيفنا المحامي اللبناني الأستاذ نبيل الحلبي أرحبك من جديد أستاذ نبيل السوريون العائدون إلى سوريا اليوم برأيك ومن مشاهداتك هل هم يعودون طوعا أم تتم عليهم ضغوط معينة من أجل العودة يعني طبعا هناك ضغوط يعني الضغوط مستمرة ضغوط كما أشارنا في الفاصل السابق يعني ضغوط أمنية وعسكرية أدت إلى يعني إخضاع اللاجئ السوري بين حالة يعني يائسة في لبنان وحالة يعني أقل يأسا في سوريا بالنسبة للضغوطات التي يقوم بها بعض الأجهزة الأمنية وحزب الله وفصائل يعني تدور في فلكه هذه الضغوط نحن نتحدث هنا عن ضغوط مباشرة يعني هل هناك جهات تتواصل معهم هناك ضغوط أمنية الأتقالات الجماعية يعني اللاجئ السوري غادر سوريا ليس بإرادته غادر هرب من اضطهاد من اعتقال من قتل فهو لاقى الشيء نفسه في لبنان يعني يريد هؤلاء أن يعيش اللاجئ السوري نفس الحالة التي كان يعيشها في سوريا وبالتالي تكون هناك مفاضلة أن يتعرض لانتهاكات في بلده من أن يتعرض لانتهاكات في بلد آخر يعني هذا الأمل الضغوط هي أنواع يعني الضغوط غسكرية ضغوط أمنية أتقالات تعزيب ضغوط اقتصادية منعه من العمل مزاوط العمل تشفيف مصادر تمويله يعني اعتقال المعيل معيل الأسرة لفترات طويلة بدون محاكمة كل هذا يعني يخضع اللاجئ السوري والعائلة السورية لظروف معيشية جحيمية وبالتالي تندرج هذه الأمور ضمن ضغوطات الأمر الآخر من يرفض التعاون مع لجان المصالحة والجان المفاوضات هناك العديد من من تم سحب إقاماتهم بدون أي مبرر قانوني وخاصة من أهالي القصير في عرسيل وهنا يعني أريد أن أشير إلى مسألة بأن يعني هناك لجان المصالحة تحاول الدخول إلى أماكن السوريين ومحاولة تسجيل أسمائهم من أجل العودة وإقناعهم بالعودة نعم من القائم على لجان المصالحة هذه يعني بالدرجة الأولى جهاز أمني لحزب الله وحلفاء له وبتشجيع من أجهزة أمنية لبنانية ومن وزارة الخارجية اللبنانية إذن حزب الله يعني مشترك أصلا يعني كان هناك تصريحات يعني منذ فترة قصيرة لحزب الله بأنه الآن سيتدخل في ملف عادة اللاجئين هو كان متدخل بالأول يعني لم يتدخل الآن هو كان فيه ببداية اللجان وتشكيل اللجان والمفاوضات هو كان حاضر يعني لم يغب يوما نعم طيب الوزير الخارجية جبران بسيل يعني مرس نوعا أسماه البعض أنه ربما ابتزاز مع مفاوضية اللاجئين بأنه إذا لم يحصلوا على موافقة من قبل المفاوضية على إرجاع السوريين ستتم إيقاف إقامات عامل المفاوضية هذا القرار من الذي اتخذه؟ هو اتخذه بصفته الشخصية وبصفته يتبع تيار سياسي معادي للاجئين ومتحالف مع النظام السوري ومتحالف مع حزب الله وبالتالي هذا القرار هو قرار لا يمثل الحكومة اللبنانية وهنا نشير بأن لا توجد هناك حكومة لبنانية هناك حكومة لبنانية تصريف أعمال وهناك رئيس حكومة مكلف هو رئيس ساد الحريري أشار إلى وزير الخارجية بأن تصرفه لا يدخل ضمن يعني موافقة وإجماع مجلس الوزراء وهو تصرف فردي سياسي يمثل تياره السياسي ولا يمثل الحكومة اللبنانية هناك وزير دولة لشؤون النازحين في الحكومة تصريف الأعمال الأخ صديق معين المربي موقفه واضح من عدم إعادة أي لاجئ سوري بطريقة غير آمنة إلى سوريا إلا برعاية الأمم المتحدة وبالتالي هذا هو الموقف الرسمي هناك محاولات تجريها أطراف سياسية كتيار جبران باسيل وحزب الله ومن يدور بفلكهم من أجهزة أمنية يحاولون ممارسة ضغوطات من هنا من هناك وعملية إقناع يعني بالترغيب والترهيب لدفع هؤلاء اللاجئين للعودة من يرفض لا يتم إكراهه على العودة ما هي الأهداف السياسية من استخدام ملف اللاجئين السياسي الأول هو إعادة التطبيع مع النظام السوري لأن هؤلاء قالوا بأنه لا يمكن العمل على قد تلاجئ سوري إلى بلده إلا بالتنصيق مع النظام السوري ونحن يمكننا العودة إلى محاولات سابقة بهذا الأمر عندما قالوا نحن نحارب مجموعات إرهابية ولا يمكن للجيش اللبناني أن يحارب الإرهاب في جرود أرسال إلا بالتنصيق مع النظام السوري طبعا المحاولة السابقة سقطت لأن كان هناك دعم أمريكي للجيش اللبناني في معركته ضد المجموعات الإرهابية في جرود أرسال وبنفس الوقت حزب الله من قام بإنقاذهم من الطرف السوري وأقزهم إلى مناطق دير الزور وبالتالي سقطت هذه المحاولة وهناك محاولة متجددة لتزرع بموضوع اللاجئ السوري وإعادته أنه من خلال هذا الأمر يجب التنصيق مع النظام السوري كمان أترد من رئيس الحكومة اللبنانية ومن نائب ولي جنبلاط بأنه لا يمكن وليس هناك إجماع لبناني وطني على الحوار مع نظام يقتل شعبه طب هل هناك أي ضمانات تقدم لحماية هؤلاء على الأقل تقدم للمفوضية يعني المفروض هي التي تطالب بهذا الأمر المفوضية حذرت اللاجئ السوري وقامت بتسقيفه مع منظمات حقوقية لبنانية بأنه إذا أتاكم أي طرف سياسي لبناني أو أمني وقام بإقناعكم بأن هناك في سوريا مخيمات نظامية يمكن أن تستقبلكم وهناك معونات تقدم لكم هناك فهذا الأمر هو غير صحيح وغير واقعي وأنكم إذا ذهبتم هناك لن تجدوا دارا لكم وبالتالي يجب أن لا تتسرعوا في هذا الأمر لأن سوريا ليست مكان آمن فبالتالي أتبر وزير الخارجي عمل المفوضية ومنظمات حقوق الإنسان بهذا الإطار هو عمل تحريدي للاجئ السوري ضد الدولة اللبنانية وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق أول شيء الدولة اللبنانية لا علاقة لها بالأمر والأمر الآخر ليس هناك تحريض هناك توعية لأنه لربما اللاجئ السوري قد يقع في فك يعني أكذيب طب لماذا تسرع الحكومة اللبنانية هذا الأمر الآن في هذا الوقت؟ بالتعاطي مع النظام السوري لأن النظام السوري لديه استراتيجية بأنه يريد إنهاء حالة الثورة في سوريا عسكريا وبالتالي إعادة اللاجئين إلى سوريا تندرج من إطار الحسم بأنه لم يعد هناك أي ملف عالق واللاجئ السوري طالما هو خائق السوري طالما هو لاجئ معناته هناك في مشكلة فعندما يعود فهناك عملية حسم وجميع عادة إلى حضن الوطن وحضن النظام وبالتالي لم تعود هناك مشكلة والأمر استقر لهذا النظام فهذا الهدف السياسي الهدف لدى حزب الله هو التطبيع مع الاحتلال يعني هو يريد أن يعود اللاجئ السوري إلى مناطق موجود فيها حزب الله كوجود عسكري وبالتالي يحصل هناك تطبيع وحالات عملية يعني إعادة شرعانة لوجوده في المناطق التي يتواجد فيها حاليا؟ تماما وبالتالي أن تتمكن إيران من بقائها في سوريا وأن لا توجد مشكلة بيننا وبين السوريين وأنه يمكن لإيران أن تبقى في الملف السوري إلى الحل النهائي يبدو أن هذا الملف متوافق عليه من قبل الطرفين ورغم ذلك قدمت أسماء من السوريين الذين يعني يرغبون ربما العودة أو تم الاتفاق على عودتهم ولكن النظام رفضها يعني من أصل ثلاثة آلاف أسم ربما قبل أربعمائة ماذا سيكون مصير هؤلاء في لبنان إذا كان النظام أصلا يرفض عودتهم؟ سيبقون في لبنان يعني يريد النظام إعادة عائلات كبار السن ونظمهم نساء أطفال يعني يريد أن يشيع للرأي العام الدولي بأنه لا توجد مشكلة بيننا وبين من هرب يعني هل هناك مشكلات أمنية على الأسماء التي تم رفضها من ثبار النظام؟ وأن هؤلاء قد يتم اعتقالهم وبالتالي تتعرقل جميع المحاولات يعني إذا تم اعتقال أي شخص وسرّب هذا القبر إلى السوريين في لبنان تفشل كل هذه المحاولات لإعادة اللاجئين سوريين للبنان نعم أنتقل معك أستاذ نبيل إلى نقطة أخرى متعلقة بالخرقات التي تطم في مطار لبنان إيرانيون يدخلون دون ختم جواز سفرهم ربما من هؤلاء؟ هل هناك منهم مطلوبون للإنتربول مثلا؟ هل هناك منهم من عليهم عقوبات اقتصادية؟ لماذا يقومون بهذه الخطوة؟ ما هي معلوماتك؟ يعني من حيث الشكل عندما اعترضنا على هذا الإجراء الغريب أن تتم ختم بطاقات مستقلة عن جواز السفر فليس هناك من يوثق من دخل ومن خرجه يعني يكتفي الإيراني الذي يدخل لبنان ويخرج منه بتمزيق هذا الكارت ليقول أني لم أدخل لبنان يوما وبالتالي هذا الأمر هو تحايل على العقوبات الدولية على إيران والعقوبات الأمريكية بشكل خاص وبالتالي لا يمكن ملاحقة أشخاص مطلوبين للإنتربول أو أشخاص مطورطين بجرام إرهابية وبدعم إرهاب بأن نتسبت من دخولهم الأراضي اللبنانية لأن هذا الختم لم يعد على جواز السفر وبالتالي عندما يغادر هذا الإيراني الذي يدخل لبنان إلى أي بلد آخر ليس هناك من يثبت بأنه كان في لبنان لأن لا يوجد ختم الأمن العام اللبناني على جواز سفره فهذا الأمر هو أمر خطير هو استباحة للسيادة اللبنانية والقانون وقد يكون من ضمن التسهيلات التي يقدمها الحاكم الفعلي للبنان حزب الله والإيرانيين من استباحة لبنان ومؤسساته وأمنه وإيجاد مساحة في لبنان للتقطيط لأعمال إرهابية كيف يمكن أن يكون تدعيات ذلك أيضا ضمن الشأن السوري نفسه بالنسبة للشأن السوري قد يكون هناك خبراء إيرانيين من الحرس السوري الإيراني يستخدمون مطار بيروت والموانئ اللبنانية من أجل العبور إلى سوريا قد يكون ذلك وعلما أن هؤلاء يدخلون من العراق من أي مكان في سوريا ولكن من ضمن التسهيلات أيضا لا شيء يمنع من دخول هؤلاء وخاصة موضوع تجار المخدرات لأننا نعلم أن الإيرانيين الحرس السوري الإيراني وحزب الله يستخدمون الزراعات الممنوعة من أجل تمويل الحرب في سوريا وهذا من أهم مصادر التمويل هناك مدخول وفق الكونغرس الأمريكي حوالي 200 مليون دولار شهريا من خلال تجارات المخدرات التي يكون بها حزب الله عبر الموانئ اللبنانية إلى الخارج قرار التجنيس الذي أثار ضجة في الفترة الأخيرة تجنيس بعض الشخصيات السورية هل هو من الناحية القانونية جائز ضمن لبنان هل ملفات هؤلاء كانت تدرس لفترة طويلة؟ وهل الضجة التي أثرتها بحجم هذا الملف ومحقة أم لا؟ من الناحية القانونية يحق لرئيس الجمهورية في القانون اللبناني أن يقوم بتجنيس من يرغب بذلك يعني ليس بالضرورة أن تنوفر فيه شروط معينة كقانون التجنيس العادي فهو مرسوم يصدره رئيس جمهورية وقع عليه وزير الداخلية ورئيس الحكومة وهذا ما درجت عليه العادة منذ الاستقلال حتى اليوم ولكن أشخاص المجنسون حدثت هناك بلبلة حولهم هناك رجال أعمال مقربون من النظام السوري من تم تجنيسهم وهذا الأمر هو ما أحدث هذه البلبلة وتساؤلات لماذا هؤلاء واليوم هل هو يعني تحير على العقوبات أعتقد بأن الأمر يندرج ضمن يعني ملف إعادة الأعمار في سوريا وأعتقد أن هؤلاء هم مساهمون كبار في شركات أوفشور ممكن تأسيسها بلبنان وطبعا عندما يكون الشخص لبناني تكون له مزايا خاصة بموضوع الشركات وتملك وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بملف إعادة الأعمار في سوريا نعم هذا الملف باعتقادك هل يتعلق أيضا بموضوع إعادة اللاجئين في هذه الفترة هل يرغب النظام في فتح هذا الملف اليوم فعليا في سوريا فيرغب ربما بإعادة تدفق السوريين من لبنان إلى سوريا موضوع التجنيس لا علاقة له بموضوع إعادة اللاجئين أتحدث عن موضوع إعادة الأعمار وإعادة اللاجئين إعادة الأعمار طبعا عندما يبدأ يكون هناك قرار دولي بإعادة الأعمار في سوريا يعني يجب وقف الحرب في سوريا بداية حتى يقوم الشركات ببدء عملية إعادة الأعمار كما حصل بعد الحرب الأهلية في لبنان وطبعا هذا الأمر سيشجع السوري إلى العودة حتى بعد وقف الحرب وضمانات دولية بأمن اللاجئين بإعادتهم ستكون هناك عودة إيرادية للاجئ السوري لا أحد يرغب بالبقاء خارج وطني ولكن طبعا عندما يكون هناك إعادة الأعمار سيشترك فيها جميع السوريون وهذه فرصة لأعدة ترميم الوضع الاقتصادي للسوري الذي لجأ إلى الخارج ولكن هذا الأمر يتم بعد إيرادة دولية بوقف الحرب وانتقال سياسي من نظام إلى نظام آخر أكثر عدلا ويمثل جميع السوريين أشكرك شكرا جزيلا المحامل أستاذ نبيل الحلبي مدير المؤسسة اللبنانية لديمقراطية وحقوق الإنسان كنت معنا في حلقة لقاء خاصي هذه الليلة مشاهدين أشكركم بدوري أيضا على طيبة المتابعة وإلى اللقاء